لتحل أفريكي الكرة القدم من جانب آخر أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم بإقاف شريف إكرامي حارس مرمى بيراميد لحين اتخاذ قرار نهائي بشأنه خلال شهر مايو المقبل يعني أخطروهم بإقاف مؤقت وياخدوا قرار نهائي الشهر ده اللي هو ده حدقين عليه شهر مايو طيب في محاولات من اللاجنة الطبية في اتحاد الكرة ونادي بيراميدز مع الكاف عشان يخففوا عقوبة اللاعب ليه ست شهور بس بدلا من سنة ده ليه؟ عشان إحقاقا للحق وانا دي معلومات أتأكدها لحضراتكم مليار في المية شريف إكرامي لم يتعمد الحصول على مادة منشطة والكاف بينزل في هذه الأمور كويس في فرق لما تكون متعمد تاخد مادة منشطة ويفرق إنك عن جهل أو دون علم بتاخد علاج ما مثلا ويبقى فيه مادة منشطة وحسن معلوماتي إنه ده كان علاج تخسيص بياخده شريف إكرامي وفيه مادة منشطة وما كانتش يعرف وفعلا ما كانتش يعرف وحسن معلوماتي إنه سأل أطباء كمان وقالوا إنه مفهوش مادة منشطة فأنا بشفت جدا على شريف إكرامي واتمنال إن شاء الله العقوبة تبقى مخففة إلى أبعد حد إن شاء الله يعني بإذن الله وصارى واحد في نهاية مسيرته أو هو هيقترب من نهاية مسيرته إنه ياخد عقوبة هذه عقوبة دماء تقيل يعني موسيقى